اشتركوا في القناة والحزب الاشتراكي يختار أول رئيس له والتي تبدأ بهجوم حاد على الحكومة إلى التفاصيل أعلنت الحكومة النمساوية تجديد شروط حصول المهاجرين على المساعدات الاجتماعية وربطها بالجهود المبدولة للاندماج بدلا من نيسان أبريل من العام القادم واتفق طرف الائتلاف الحكومي في النمسا على خفض 300 يورو من المساعدات التي يحصل عليها اللاجئون والتي تبلغ حاليا 863 يورو للشخص الواحد في حال لم يلبي الشروط الجديدة وأعلن مستشار كورتس ونائبه هينس بعد اجتماع بينهما في فيينا عقد يوم الأربعاء الماضي أن شروط حصول اللاجئ على الحد الأدنى من المساعدات الاجتماعية هي أن تتوفر لديه معرفة كافية باللغة الألمانية وأن يبدي رغبته في الاندماج من خلال حضور دورات اللغة وقال كورتس إن عدد الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية ارتفع في النمسا منذ عام 2012 مشيرا إلى أن النصف الذين يتلقون المساعدات هم أجانب وقال شراخي الألمانية هي مفتاح الحصول على الحد الأدنى من المساعدات الاجتماعية وفي سؤال من إنفوغرات لكورتس حول كبار السن والذين تجاوزوا الخمسة وخمسون عاما وصعوبة تعلمهم للغة شدد كورتس على أن الجميع يجب أن يكون عنده دراية مقبولة باللغة الألمانية أكدت محكمة العدل الأوروبية مجددا ضرورة منح اللاجئين في النمسا نفس مستوى المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها المواطنون بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الأجانب يقيمون في البلاد بشكل مؤقت أو دائم وذكر المجلس الأوروبي للاجئين والمبعدين في بيان أن حكما صدر تعليقا على قيام بعض المقاطعات النمساوية وهي النمسا السفلة وبورغرلاند والنمسا العدية خلال السنوات الأخيرة بمنع اللاجئين الذين يحملون إقامة مؤقتة من الحصول على نظام الحد الأدنى من المساعدات على أساس الحاجة بنفس المستوى الذي يتلقاه المواطنون النمساويون حيث تم منح الأجانب مستويات أقل من المساعدات وقالت محكمة العدد الأوروبية أن حق الحصول على المساعدات الاجتماعية بوضع مرتبط بوضع اللاجئ وليس بتصريح الإقامة الذي يمنح للحاصلين عليه حق الحماية لذلك فإن اللاجئين لهم الحق في الخدمات الاجتماعية بنفس المستوى الذي يحصل عليه مواطنون الدول المضيفة بغض النظر عن مدة صلاحي التصاريح إقامتهم قال وزير الدفاع النمساوي ماريو كونسي كان بلاده غير مهتمة بإنشاء جيش أوروبي موحد وأوضح الوزير النمساوي في تصريح لوكارة الأنباء المحلية في رومانيا بمناسبة زيارته التي يقوم بها لرومانيا أن بلاده لن تشارك كبلد محايد في المشروع الذي اقترحته ألمانيا وفرنسا لإنشاء جيش مشترك للاتحاد الأوروبي واعتبر ذات المصدر أنه بالنسبة للنمسا كدولة محايدة فإن الجيش المشترك ليس موضوعا للمناقشة مشددا على أن النمسا ليست مستعدة للتخلي عن سيادتها وفي نفس السياق أكد أن قضية استخدام الجيش النمساوي في الخارج سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو برنامج الشراكة من أجل السلام التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي النيتو سيقره البرلمان النمساوي معتبرا في ذات الوقت أن التعاون المشترك والبرامج التكوينية المشتركة واستخدام القوات ضرورية ولكن ليس لدرجة إنشاء جيش تقوم الشرطة وبالتعاون مع المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء بإفآ ومنذ شهر شباط الماضي باتخاذ إجراءات استباقية وخاصة في محطة براتاشتيرن في الحيء الثاني في فيينا والهدف من ذلك هو القبض على المهاجرين غير الشرعيين ووضعهم رهن الاحتجاز إذا اقتضى الأمر ومن وقتها تم تفتيش ما مجموعه حوالي 6000 شخص من خلال 242 حال التفتيش كما كانت هناك 250 عملية اعتقال ومن ضمن الأشخاص الذين تم التأكد منهم كان هناك ما يقارب من 15 شخصا قد تم ترحيلهم من البلاد كما يقوم المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء بإفآ أيضا بمراقبة الركاب والسيارات عقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا مؤتمره العام بمدينة فيلس السبت الماضي للتأكيد على اختيار وزيرة الصحة السابقة بمينلا ريندي فاغنر رئيسا للحزب لتصبح أول امرأة تقود اشتراكي النمسا وكانت الرئاسة التنفيذية للحزب الاشتراكي صوتت أواخر أيضا الماضي لصالح اختيار ريندي فاغنر ذات 47 عاما رئيسا للحزب وكانت ريندي فاغنر انضمت للحزب قبل نحو عامين وشاغلت لمدة نصف عام منصب وزيرة الصحة وشؤون النساء في الحكومة النمساوية السابقة وخلال المؤتمر شنت فاغنر هزوما حادا على المستشار النمساوي كورتس وقالت ان اهتمام كورتس بصالح الناس اقل من اهتمامه بتقدمه الشخصي ورأت فاغنر ان المستشار الذي يشغل مناصب مسؤولة في السياسة منذ سبعة اعوام لم يفعل شيئا من اجل ادماج المهاجرين ووجهت انتقادات للحكومة اليمينية المحافظة قائلة ان قيادة الحكومة موحدة في حبها لذاتها وفي جبنها وفي عجرفتها حيال اهل هذه البلاد واضافت باكنر انها شخصيا على استعداد للاطلاع بالمسؤولية في النمسا وان تصبح اول مستشارة للبلاد هذه هي الخدمة الاخبارية تأتيكم من هنا لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت كذلك يمكنكم الاشتراك بخدمة الواتساب لنكتمل بالمعرفة وتحميل التطبيق الخاص بنا على هواتف اندرويد من خلال الروابط الموجودة شكرا للمتابعة نلتقيكم في هنا الاسبوع القادم إلى اللقاء